اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والنتيجة طبعا انه قام من الاموات نهاية يعني ورفعه الله يعني اداله الرفعة والكرامة والمجد ويعترف اخر آية وصلنا لها عدد 11 فيليبي 2-11 ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله يعني بعدما ذكر انه عبد خد شكل العبد انما الناس هتكتشف مع قيامة المسيح له المجد وكل اللي عمل ربنا يسوع انه مش واحد زينا عادي لا هو رب حقيقي لا حق من الى حق فالنتيجة ان يعترف كل اللسان وهو ده هتف الكنيسة الكنيسة عاوزة كل اللسان على الارض يعترف بربوبية المسيح معناها ان العالم كله يقول يا رب يسوع المسيح بسينا نوصل لكده ان العالم كله في كل بقاع الارض يعترف كل اللسان ان يسوع هو رب يسوع ده اسم انسان فبالنسبة للبشر اوكي واحد اسمه يسوع لكن بالنسبة لنا من هو يسوع هو الهنا ومخلصنا والله الحقيقي الذي تجسد لخلصنا فيعترف كل اللسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب يتمجد الله الآب في ابنه عشان كده تلاحظوا ايه المسيح في صلاته الودعية قال له مجدني ايها الآب بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم يعني المجد في الابن من الاول لانه واحد مع الآب في الجوهر لكن لما خد شكل العبد مش باين المجد بيتهان وهي تصلب وهي يعني لا يليق كل ده بإله حقيقي فقال له بقى مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم الآية دي بالمناسبة انا قلتلكم مرة اريوس استخدمها لتشكيك الناس في ربوبية المسيح قال بقى ادبال المسيح يقول للآب مجدني يبقى المسيح نقصه مجد او يبقى المسيح اقل من الآب امسانسو السيد رسولي رد عليه وقال له في نفس النص ده قال له انا مجدتك مسيح بيقول للآب كده يعني لو خدتها كلمة مجدني كأن الابن أقل من الآب طب قمال انا مجدتك يبقى الاب أقل من الابن يبقى هي لا تؤخذ كده ده مجد متبادل بين الاب والابن لأنه القلوها واحدة الجوهر واحد طبيعة واحدة لكن الحب اللي بينهم والمجد لك المجد مع أبيك الصالح نقول كده دايما في الألحان والتسبيح لك المجد مع أبيك الصالح والروح القدس عدد 12 إذن يا أحبائي بعد ما شرح الجزء الخاص بالتجسد عشان يفهمنا إزاي كل واحد يفكر في غيره ما يفكرش في نفسه قال إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي تمموا خلاصكم بخوف ورعد هنا بيذكر ضمنيا أن الناس دول مطيعين قال لهم أنا منساش أن أنتوا كنتوا مطيعين كما أطعتم كل حين في حضوري يعني لما كنتوا وسطيكم بولوس وسط في لبي يعني كانوا بيسمعوا كلام فرحانين قوي بتعليم المسيح واللي بيقولوا القديس بولوس بيعملوه قال لهم لما غبت عنكم بالأولى تسمعوا كلام أكتر طب ليه بالأولى بيقول بالأولى جدا في غيابي تكملوا اللي ابتدتوه تمموا خلاصكم بخوف ورعد ليه؟ تصوروا لما يكون أب بيربي أولاده والأب عمال ينبههم ويحذرهم ويوعيهم طيب لو واحد فيهم غلط الأب هيلحقه بسرعة هيلموا وراءه طب لو الأب غاب لازم يبقوا حريصين أكتر ليه؟ لأنه في غيابه مين هينقذهم؟ مين هيلموا وراهم؟ فلما غاب عنهم قال لهم بالأولى في غيابي اللي أنا قلته تسمعوه واضحة الفكرة دي إذن إحنا التلمزة بتستمر رغم انتقال أباءنا الروحيين وصفرهم للسماء لكن اللي ألوه ما بيروحش من دماغنا قدسين تركوا لنا ميراثا ضخما من التعاليم والعزات كلامهم لغاية دلوقتي بنقعد نقوله بس كده ليه بالأولى في غيابهم عاوزين نسمع كلامهم عشان لما كانوا يعني عايشين واسطين لو لقوا حاجة غلط هيكلموا طب بعد ما مشوا لأ مش عاوزين يبقى في حاجة غلط لأن احنا محتاجين نمشي على الكلام مظبوط على طول فده معناه في مسؤولية أكبر علينا مع غياب الراعي يقول بالأولى بالأكثر يعني في غيابي تمموا خلاصكم بخوف ورعد وده معناه كمان أن دي طاعة صادقة ليه لو هتسمع كلام اللي قدامك وأول ما يديك ظهره تعمل عكس اللي كتب تعمله تبقى طاعة مزيفة تبقى تمثل إيه تبقى ده عدم صدقه وعدم محبة تبقى تسمع كلامك منه بصص عليك هتعمل إيه ودعالها القديس بولس لما كان بيكلم العبيد يقول لهم إيه أطيعوا ساداتكم في الرب لا بكمان يرضي العين لا بخدمة العين بل بخدمة القلب لا كمان يرضي الناس بل كمان يرضى الله خدمة العين يعني إيه يعني قدام عينك هعمل اللي يعجبك ومن وراء ظهرك هعمل اللي يعجبني تبقى دي خدمة تمثلية فإحنا ما يصحش لما يكون مثلا حد بيقول لنا حاجة طول ما هو موجود نعمل اللي بيقوله طب ولما يغيب لو كنا صادقين وأمنا لازم هنكمل وإلا تبقى الطاعة دي غير أمينة طاعة صادقة عشان كده في سر الاعتراف يا حبائي تلمز على أب الاعتراف مهمة ليه في بعض الناس يتصوروا أبوهم من روحي قدام عينيهم فأقول ما يجي يغلط ما يستطيع ما يقدرش يغلط ليه لأنه هو في جلسة الاعتراف بيقعد بمهابة قدام أبي الروح وبيقول له حضر يا ابونا هعمل اللي قدسك بتول فلما يعيش حياته بقى الطبيعية أبوه أبوه أعترافه مش شايف إنما هو ضمير وشغال ابونا قال ما تنامش من غير ما تصلي ما يقدرش ينام من غير ما يصلي ليه طيب ما بونا مش شايفة بس هما زي يتمثلوا يعني كأنه قدام عينهم فما يقدرش يكسر الكلام فبالأولى جدا في غيابي وبعدين يحطها في صياق رائع جدا يقول تمموا خلاصكم يعني أنتوا ابتديتوا كويس كملوا بقى تمموا خلاصكم آية دي مهمة قوي في شرح الخلاص ليه؟ لما زادت بدعة الخلاص في لحظة من ثلاثين أربعين سنة وكانت تعب كنايس وكده كانت دي أحد أهم الآيات اللي الكنيسة الإبطية بتشرح إن مفهوم الخلاص ما يخلصش في لحظة لكلمة تمموا خلاصكم تؤكد أن الخلاص ايه؟ مستمر عملية الخلاص دي مش لحظة ما أمنت ولا حتى لحظة ما تعمت ده العمر كل لحظة ما أمنت إذا كنت جاي من عدم إيمان دي لحظة مهم ولحظة المعمودية لحظة عظيمة ومهمة والميرون لكن رحلة الخلاص دي رحلة العمر كل طيب ما يهوزة كان تابع للمسيح ولم يخلص ما كملش الرحلة للآخر إذا انتمموا خلاصكم معناه الخلاص عملية ديناميكية مستمر طول ما أنت في الجسد طول ما أنت لست على الأرض ما ينفعش تقول أنا خلصت خلصت يعني إيه؟ مسيح خلصنا بدمه لكن أنت ما خلصتش أنت لسه ما دخلتش الفردوز ما تدخل الفردوز تقول خلص لكن طول ما أنت لسه عايش هل تقول أنا بخلص أنا بقوله خلصنا لدرجة بعض الطواف ما تحبش كلمة رحمنا أو كلمة خلصنا يعتبروها كلمة ما لهاش معنى ليه؟ يقول لك ما احنا رحمنا خلاص ما احنا خلصنا خلاص لا خلصنا ازاي؟ هو من ناحيته أتى وخلصنا لكن احنا الخلاص يكمل لما نخلع هذا الجسد وندخل السامن لكن طول ما احنا في هذا الجسد وعندنا حرية إرادة ما احنا ممكن ما نكملهاش واللي يأكد المفهوم ده ايه؟ تمموا خلاصكم واللي يأكدوا أكتر كلمة بخوف ورعدة يعني خافوا على الخلاص لا يروح منكم خافوا على الخلاص المسيح خلصنا طبعا دفع التمن واشترانا بدمه وادانا جسده بدمه واتولدنا في نعمة العهد الجديد بالمعمودية طيب ايه؟ نبدل خايفين خايفين ايه؟ خايفين الخلاص يروح مننا خايفين ان احنا نبتدي وما نكملش خايفين العمل والمسيح احنا نضيعه بالكسل والخيبة والفطور والدلع والشهوات العالم ويبقى ضيعنا تعب ربنا معنا واضحة الفكرة اذا نتمموا خلاصكم بخوف ورعدة بتحملنا مسؤولية الخلاص الذي عمله المسيح وتممه على الصليب احنا لازم نتممه في حياتنا الآخر نفس وده يستدعي جهاد مستمر توبة مستمرة صلاة مستمرة هروب من الخطيئة باستمرار جهات في كل وصية يقول كما قطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي تمموا خلاصكم بخوف ورعدة يعني ايه الواحد يبقى مرعوب يعني لا فيه فرق بين الرعب بتاع العبيد او الرعب المؤذي نفسيا وبين الخوف والرعدة اللي يميزه علاقة ابن بابوه او يميزه واحد واعي بالكنز اللي عنده وخايف عليه يروح منه ففيه انواع من الخوف الانجيل مش بيكلم عن خوف مؤذي لا ده بيقول اما خوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا ما تخافوش زي الناس الناس تخاف على العمر وتخاف على الفلوس تتسرق وتخاف من البشر ويخافوا من الموت لا لا ما بنخافش من كلامته انما احنا عندنا خوف اخر والصبي المسيح علا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بعد ذلك ليس لهم ان يفعلوا اقت وريكم ممن تخاف يبقى فيه خوف خوف من ايه السماء تروح منك خوف تضيع ابديتك خوف تحزن ابوك السماوي بعد كل اللي عمله خوف من العصرة مثلا ان الناس تعصر فيك واحد يضيع بسببك مش دي حاجة تخوف خوف على عيالك ان الشيطان يضحك عليهم يبقى فيه مخاوف مقدسة خوف من الوصية خايف تكسر الوصية عارفين لو حوى كانت فيها شوية خوف مقدس ما كانتش حصل انما حوى بقى التحكم على الحياة من غير خوف طب حطي شوية خوف في قلبك دي مكارة دي خبيثة دي بتقول كلام غلط ما بتخفيش حوى ياريتك خفتي لو كنت خفتي ما كنتش وقعت اذا هذا الخوف اللي هو اقرب الى الحذر والوعي ده خوف مقدس وهو ده المقصود تمموا خلاصكم بخوف ورع ده كنيسة استخدمت اللفظ ده في لتورجية القديس باسيليوس لما بيقول الشمس ازجدوا لله بخوف ورع ده في نص القديس الشمس يقول لنا ازجدوا المسيح على المزبح فنزجد بخوف بمهابة بخشوع لزي اللي في لحظة الدينون هنقف قدام ربنا مرتعدين اللي خايفين من الحكم الالهي طب اذا كنا خايفين من الدينون ده خوف كويس يخلي الواحد مجتهد وحريص وعشان الناس ما تفهمهاش بطريقة تدعو للخوف اللي هو ايه يتعب النفوس يعني بطريقة مؤزية حط معها وزنها بالرجاء قديس بولس الحكيم ده يوزن الامور يشجع شوية ويشد شوية فبعد ما قال تمموا خلاصكم بخوف ورع ده فيها شدة كلام ناشف شوية مش كده كملها وقال ايه لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المصر دي ايه مشجعة جدا دي معناه أن ربنا شغال جوايا مش بس من برايا ده ربنا عامل فيه أن أريد يعني الرغبة الإرادة أن أنا توب أن أنا صلي أن أنا بطل أغلط أن أنا أحب الناس أن ندخل السمة الإرادة دي فيه دور إلهي الإرادة دي المفروض حاجة شخصية ومع هذا فيه نعمة بتسندها فبيقول ده ربنا شغال جواكم دي مشجع تدي رجاء يعني لو الواحد حس أنه هو الوحد يقول أنا هاوصل للسماء إزاي ده شياطين كلها ضدي وأنا أدعى أغلب خطيائي إزاي استنى ده ربنا شغال معهاك وشغال جواك وبيزقك وبيحرك إرادتك وبيعمل اللي أنت مش قادر تعمله فإذا ما ينفعش تيئس ما ينفعش تقول لا لا ده الحكاة صعبة أو لا هي مش صعبة هي كانت تبقى صعبة أوي لو ربنا مش شغال معنا بس طالما ربنا شغال معنا ما بقيتش الحكاة صعبة يعمل بس حتة قد كده خطوة واحدة وهتلاقي ربنا يزق فبعد ما قال تمموا خلاصكم بخوف ورعدة وزنها بتشجيع جميل وقال لأن الله هو العامل مش معاكو بس لا ده قال إيه الله هو العامل فيكم عشان كده لما تلاقي نفسك مرة صليت حلو قوله أشكرك يا رب إنك حركت قلبي للصر لأنها مش شطرتك صدق مش شطرتك لما تعمل خدمة حلوة قوله أشكرك يا رب إنك خليتني أخدم وخليت الناس تحبني وتقبلني ده عمل الله أنت بشطرتك يمكن الناس ما كانتش تقبل خدمتك ولا كلامك ولا مجهودك ولا تعبك يبقى حتى العمل الروحي من توبة أو من صلاة أو من جهاد أو من قراية أو من فهمة أو أيا كان العمل الروحي في دور مشترك بين ربنا وبينك هتقول العمل الروحي ده يخصني أنا كالترخير المسيح جاه وتجسد وفداني وعمل كل اللي عليه الباقي علي أنا لا ولا عليك ولا حاجة لوحدك ما تقدرش برد حتى ما يبدو أن دورك يشاركك المسيح في دورك ودي اللي بنسميها شركة الروح القدس الروح القدس بيشاركنا جهدنا بيشاركنا صلواتنا بيشاركنا خدمتنا شريك معانا في كل حاجة حلوة الله هو العامل فيكم أن تريدوا الإرادة وأن تعملوا هي في فرع بين الإرادة والعمل طبعا مش كده؟ مش يامل واحد يبقى نفسه يصلي وبعدين يكسل فقال يعني عنده إرادة بس ما كملتش ما عملش يجي يقول إيه أنا لو ربنا اداني فلوس عندي إرادة أطلع نص الفلوس للفقر بعدين يا ربنا يفتح عليه ويدي له فلوس يجي عند العمل يتراجع يفاصل يبقى فيه إرادة دي خطوة وفيه العمل التنفيذ دي خطوة تاني ربنا يشاركك في دي وفي دي يشجعك إنك تريد ويشجعك إنك تعمل الصح يزق معاك هل ده معنات لغة إرادتنا؟ لا لغة إزاي وهو بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورادة لو كانت مفيش إرادة لها كانش يقول كده يبقى هنا الأيتين دولي أحبائي بيأكدوا على الدور الإلهي والدور البشري اللي سماه القديس كيرولوس الكبير سينرجية أو توافق القوة يعني القوة الإلهية تعمل مع القوة البشرية البسيطة الإرادة الإلهية تشتغل مع الإرادة البسيطة بتاعت الإنسان الرغبة الإلهية في خلاص الإنسان تشاركها رغبة إنسانية بسيطة في خلاص النفس تمموا خلاصكم بخوف ورعدة لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المصر إيه المصر المصر يعني مصرة الله يعني ما شئته يعني اللي يفرحه بمادة يصر الله يصر بعودة الخطى يصر بخلاص البشر هو ربنا إيه اللي يفرحه يفرحه مباني عظيمة ولا رخام ولا ألماظ ولا دهب ولا بدل ولا عربيات يفرح شوية بشر ما بيفهموش إنما اللي يفرح ربنا الجميع يخلصون يقول لا يصر بهلاك الخاطي مثل أن يرجع وتحيا نفسه يعني ما يفرحش أبدا أن خاطي يهلك طب ده خاطي ومؤذي لا بس ما يفرحش إنه يهلك إيه اللي يفرحك يا رب إن الخاطي الصعب ده يتعدل ويتوب ويرجع ويدخل السماء في الآخر يوم السامرية كان المسيح جعان ومكلش من الصبح ومشين ست ساعات والناس راح تلميز راحوا اشتروا له وأكله يا هم كمان جعانين هيكلوا ولما رجعوا قالوا له يا معلم كل قال لهم طعامي أنا كلت أنا ما بقتش جعان ليه؟ كان فرحان قوي إن السامرية قعدت معه وعقلت كده ورحت تنادي البلد وتابت فقال لهم أنا طعامي أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله لدرجة بصل بعضه قال له وحد جاب له أكل هو بيكلم في الروحيات وهو أدمخهم لسه في الجسديات أو في الأكل فإذا من أجل المصر دايما الواحد يقول له رب نفسي أعيش حسب مصرتك نفسي أرضيك وأعمل كل اللي يبسطك نفسي أقول كده مع داود في نموس الرب إرادته وفي نموسه يلهج نهارا وليلا لأنه قيل عن رب المجد يسوع كمثل أعلى لكل البشر هذا هو ابن الحبيب الذي به صرت نفسي أو صررت طب دي المفروض تتقال علينا كلنا تبقى أنت الابن الحبيب الذي به يصر الله ربنا يفرح لما يلاقيك تايب ويفرح لما يلاقيك متواضع ويفرح لما تعمل سلام ويفرح لما تحب الناس ويفرح لما توصل للسم الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المصر افعلوا كل شيء طبعا كل شيء دي فردها من كم آية لما قال إن كان وعظا كان تسليا كان شاركا كان أحشا كل حاجة كويسة يعني أعملوا كل حاجة بلا دمدمة ولا مجادلة في ناس تلاقي كده ما تعرفش تعيش من غير جدل ومن غير شد وجذب ومن غير مقوحة مع إن الدنيا ما تستهلش والمواضيع ممكن تمشي بسهولة إيه الفرق بين الدمدمة والمجادلة يقولوا الأباء الدمدمة يعني البرطمة الداخلية يعني واحد متزمر اللي بيدمدم ده يعني من جواه عمال يهري وعم متغاز مش عاجبه هو كده لما يجي بيعمل حاجة حاجة ما لهاش طعم وأنت لما تصلي وأنت مش عاوز تصلي ما يعملهاش طعم لما تجبر إنك تعمل الخير وأنت متغازه وقلبك في الفلوس ما بقاش ليه طعم اعملوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة المجادلة بقى أنك تقعد تقاوح مع الناس اللي ماشية كويس أو اللي بيعملوا الصح في جيل طالع كده غاوي جدل وخلاص نفضل نجادل في كل حاجة طب يا حبيبي يعني في حاجات واضحة وسهلة مش لازم كل الأمور نقعد ناخد وندي فيها كده ونشغل دماغنا زيادة احنا مش بنلغي العقل اللي ربنا ادهولنا وكل حاجة ممكن تمشي بحكمة لكن في ناس الجدل اللي هو المناقشة اللي ملهاش آخر اللي تقلب صفصطة أو فلسفة يعني بلا عمق بلا حكمة في فرق بين الفلسفة المبنية على حكمة وبين الفلسفة الأقرب إلى المجادلات الغبية كي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد الله يبقى الهدف الآخر لما نتمم خلاصنا بخوف ورعدة يبقى شكلنا أولاد ربنا يبقى طول الوقت الناس شايفة أن احنا مختلفين مش أولاد الدنيا لأن القديس يحنى يقول أولاد ربنا بينين أولاد العالم بينين أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون أولاد ربنا فيهم البساطة فيهم النقاوة فيهم الأمانة فيهم العفة فيهم المحبة الطوالة كل حاجة بتباينة وأولاد الدنيا تلاقي كل حاجة مش مظبوطة فبيقول أعملوا كل حاجة بهدوء كده من غير تزمر ومن غير جدل عشان تبقوا أولاد ربنا حيث الناس ما تغلطش فيكم باين عليكم مختلفين كي تكونوا بلا لوم وبساطاء أولادا لله يبقى أولاد ربنا مفهومش غلطة بلا لوم يبقى الناس مش لقيلهم غلطة قيل عن دانيال دانيال 6 لما حكاية داريوس دي إن المتآمرين اللي عليه يقولوا لم يجدوا فيه علة مش لقين له غلط لم يجدوا فيه علة إلا من جهة إلهه يعني حكاية إن يهود دي أو بيعبد الله دي هي دي الحاجة الوحيدة اللي عارفين يمسكها عليه إنما في أداؤه كرئيس وزراء فأمنته في إخلاصه فتعبه فعشر على عشر مش عارفين يقوله غلط وطبعا مسكوا عليه الحتة دي وعملوا المؤامرة اللي انتهت بجوب الوسود وفي الآخر هم اللي دفعوا التمن والعالم كله سجد لإله دانيال كي تكونوا بلا لوم وبسطاء بسطاء دي كلمة جميلة أول ربنا يسو عاوز ولاده بسطة زيه هو المسيح كان بسيط له كل المجد وحكيم وقال لنا كونوا بسطاء كالحمام وكونوا حكماء كالحيات البسطة معناها انك مش بتعرف ما بتحملش الأمور أكتر من حكماء بسيط في كلامك بسيط في شكلك بسيط في اختياراتك يعني أيام الميلادي كلها بركة شوفوا المسيح اختار ايه اختار عيلة بسيطة ايه واختار قرية بسيطة جدا واختار ظروفية تولد فيها أبسط من أي حد مزود البقر واختار يهرب ببساطة المصر واختار يرجع يعيش في بلد بسيطة اسمها الناصرة واختار شغلة بسيطة أو اسمها النجارة كل حاجة كانت بسيطة كي تكونوا بلا لوم وبساطة أولادا لله بلا عيب يبقى مفيش عيب في وسط جيل معوج وملتون تضيقون بينهم كأنوار في العالم احنا هنفضل طول عمرنا أولاد ربنا وسط جيل معوك كده يقول كده معوج معوج يعني تلاقوا الحاجة الصحة كده والاتجاه كله بتاع الدنيا كده معوجة الحكاية وتلاقي الأمور المفروض واضحة مستقيمة والحق واضح لكن تلاقي الدنيا كلها مش واشة ورا الحق تلاقي الظلم كتير والغش كتير والكذب كتير والفهلوة والفلوس هي تحرك الناس وإيه ده دنيا معوجة ليه هي معوجة الشيطان عواجها من بدري ملوية ملتون ومعوج وده سمى المسيح كلمة جيل دي استخدمها رب المجد يسوع لما قال جيل شرير وفاصق يطلب آية ولا تعطله بآية إلا آية يونان فأنا القديس بولس استخدم كلمة جيل معوج وملتوي طيب دورنا إيه نعدل الجيل ده ازاي لا مش هنعدله بالعصايا مش بالعافية إحنا وسطيهم نبقى مستقيمين يقوم الحكاية تبقى باينا جدا صح فين والغلط فين الشخص الحقاني مين اللي ما بيغلطش مين اللي بيحب ولا اللي بيكره اللي عاوز السلام ولا اللي عاوز الخصام باينا بتباني الحكاية فهنا بيقول كي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيف وسط جيل معوج وملتو تضيئون بينهم كأنوار في العالم شبه أوي اللي قاله المسيح في الموعز عقابا لما يقول فليضئ نوركم قدام الناس كيروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السموات هي دي الكرازة الصامتة بنسميها كرازة بالأعمال مش دايما الكرازة بالكلام متاحة لكن الكرازة بالحياة متاحة طول الوقت إنك تعيش صح شبه المسيح أنت كده منور منور بجد مش مجاملة مش محتاج تواعظ ولا تتكلم ولا حتى تقول حاجة خالص بيبهن الناس بتبقى شايفة الناس دي صاح دول ما بيعرفوش يجذبو دول ما بيخافوش دول الفلوس تحت رجله ومش فوق رأسهم دول بيعملوا خير بجد خلاص فهنا أولاد الله يشهدون لإلههم بحياتهم وبساطة وطول عمر تاريخ الكنيسة يقول لنا إن الكرازة كانت مع ناس بسطة كانوش يعني علماء في اللهوت ولا دارسين كانو ناس بسطة لكن عشان أخلصهم لربنا وحبهم للإنجيل وأمنتهم للكنيسة كانت الكرازة بتجري في كل حد وكان اللي يتعامل معهم يتغير أمبا بخوميوس قديس الأمبا بخوميوس لما جيب لدنا وكان قائد حربي زهل لما لقى كان في الصعيد وكان عنده مأمورية عسكرية فقعد مع أبونا الأستيس بتاع القرية فقال له إنها شايفكم عندكوش مشاكل زي بتاعت الدنيا قال له لا بيجي لنا مشاكل قال له إنها ما شفتش مشاكل قال له خلي الجنب هيجي لنا مشكلة دلوقتي ما طول نهار قاعدة أخد في مشاكل ما كانش مصدقه من كترة طيبة الناس لأنه طلعوا أكل وشرب للعساكر اللي جاييني موتو فمش مصدق أن الناس دي عندها مشاكل فجات مشكل أخين أبوهم مات وعندهم حطة أرض وحيوزعوه فطبعا في الأول بخوميوس حس إنها مشكلة عادية يعني كويس ده الخنات بتاعت الدنيا لأ الأخ الأكبر بيقول لأبونا إيه الأرض دي تروح لأخويا عشان هو ما تجوز ومش أبويا ما سابلوش حاجة أنا عندي أسرتي وعندي حالي أنا مش محتاج الأرض لازم يخد والصغير يقول له يا أبونا ده كلهم هو عنده عيال وأنا بتقولي الأرض دي حقه هو فالخناعة عكس الدنيا إن الكبير مصر يدي الأرض للصغير والصغير مصر يرجعها للكبير فالقديس بخوميوس سابل عسكرية وترهبن بعدها لأنه قال ده 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 السماء على الأرض وعبشان كده عمل الأديرة في الصعيد ناحية مكان نعيش وسطيهم لأنه زهل إن في ناس عايشة كده مش محدش هيختلف إن هو ده الجميل هو ده الصح تكونوا بسطاء أولادا لله بلاعي في وسط جيل معوجن وملتون أن تضيقون بينهم كأنوار في العالم وأنوار دي بعض الأباء شرحوها إنها زي كواكب كده زي النجوم في السماء فاتنور وسط الظلمة يعني العالم ده ظلمة لما أولاد ربنا هم النجوم اللي مخلين الظلمة يعني فيه شوية نور كده في الدنيا دي لو أنت كمان ظلمت ده بقت كحل بقى طب هنعيش إزاي لازم يفضلوا أولاد ربنا منوارين لأن العالم بطبيعته وضع في الشرير أو النور يضيق في الظلمة الظلمة لم تدركه علامة أوريجينوس قال على الحتة دي قال لما شعب الله كان ماشي وسط المية كأنو العالم ده مية بس ما تقدرش عليهم هم ماشيين وسط البحر بحر وصور يمين وشمال وفوقهم وحواليهم بس ما غرقوش لكن لما فرعون دخل وراهم غرق إذن أولاد ربنا ما يغرقوش تبقى حواليهم مية العالم وطيارات لكن حاجة فوق طبيعة كده في حراسة إلهية لأولاد ربنا أنه ما يتلوسوش بشهوات الدين متمسكين بكلمة الحياة اللي يخلينا مختلفين الكلام ده كلمة ربنا كلمة الحياة اللي يخلينا شبه المسيح مش شبه الدنيا كلمة الحياة اللي يخلي مبادئنا غير مبادئ العالم كلمة الحياة اللي يحفظنا في إيمان في رجاء في خوف مقدس كلمة الحياة أول من سيب كلمة ربنا العالم يخطئيها الموجة تسحبنا على طول دوامة تاخد لكن كلمة الحياة دي زي العوامة كده لما تبقى عوامة قوية والبحر هايج انت ماسك فيها فالميا ما بتسحبكش غلط ولا تشدك لتحت ولا تغرق حتى لو ما لكش في العوم العوامة دي هي دي يعني اللي بتنجيك ده كلمة ربان عشان كده مش ممكن واحد ينشغل بالانجيل ويعيش به ويهلك مش ممكن كلمة طالحية قوية فعالة عشان كده كنسيتنا عاشقة للانجيل تحط لنا في العشية وباكر وفي الاجبية وفي الابصال طول النهار انجيل محصرانا بالانجيل طول الوقت حتى التسبيح كلها والالحان كلامها من الانجيل فاحنا مغموسين في الانجيل طول الوقت متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح بأني لم أسع باطلا ولا تعبت باطلا قديس بوليس عارف ان هما بيحبوه تعليقين به قال لهم طبعا عشان لما قفوا قدام ربنا أقول له شايف العيالي رب حلوين زي ما بقاش كده تعب يرح بدون قيمة يعني فعاوز أفتخر كده وانا واقف قدام المسيح أقول له أنا تعبت يا رب بس هما ميسكوا فيك وحبوك وعاشوا كويس فيقول له نعمة أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا ندخل إلى فرح سيدك فكعان القديس بوليس بيحركوا دايما لحظة وقوفوا قدام ربنا يسوع عاوز لما قفوا قدام المسيح أقول له أولادي يا رب بنعمتك ربتهم كويس خدمتهم كويس علمتهم كلامك عرفتهم اسمك وعرفتهم حقك متمسكين بكلمة الحياة لفتخاري في يوم المسيح تلاحظوا مش بيفتخر في الأرض مش عاوز يمشي تبهى قدام بطرس ولا متى ولا يحنى يقول لهم بص أنا أولادي حسن من ولادكم ما فيش الكلام ده هو كل اللي افتخاري يبقى في يوم المسيح يوم المسيح يعني يوم لقاء المسيح يوم الدينونة اليوم الخطير اللي بعدين المصير الأبدي ينبغي لنا جميعا أن نقف أمام كرسي المسيح إنجيل قال كده فيوم المسيح ده يشغلك طول العمر هو ده اليوم المهم كل الأيام التانية بتشتغل لحساب هذا اليوم فلو أنت حاطت اليوم ده قدام عينك خلاص ما تخافش هيلزمك أنك تجاهد وتبقى أمين وتعلم صحه وتخدم صحه وعاوز تفتخر في اليوم ده رب أنا عملت اللي عرفت عمله جاهدت الجهد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وآخيرا الافتخاري في يوم المسيح بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا يعني السعي والتعب ما كانش بلا جدوة باطل لا وعشان كده القديس بوليس في رسالة تانية يعزي ولاده أعلوم علمين أن تعبكم ليس باطلا يعني مش ممكن تكون بتتعب وإنت مالكش غرض غير أن ولادك يدخلوا السماء وإنت تدخل معهم التعب ده ما بيروحش الصلاة ما بتروحش طالما التعب مالوش غرض تاني لا عاوز كرامة ولا عاوز فلوس ولا عاوز حاج عاوزك في سماء يبقى تعب بجدوة تعب ليس باطل لكنني وإن كنت أنسكب أيضا على زبيحة إيمانكم وخدمته أصر وأفرح معكم أجمعين لألا حد يفتكر أن الكلام ده أنه مش راضي شوي عنهم هو راضي ومبسوط بيهم سوى بيشجع بيشجع ويحذر كمان تمموا خلاصكم بخوف ورعد فعاوز يقول لهم أنا مش بس هفتخر بيكم قدام المسيح أنا من دلوقتي فرحا بيكم أنا إن كنت أنسكب أيضا يعني يا دوب خدوا الكلام اللي بقوله ده كأنه كمالة للزبيحة أنتوا حلوين وبتجاهدوا ومشيين حلو ومنورين أنا بنسكب على زبيحة إيمانكم يعني أنا بكمل الحطة النقصة بس عشان كده أصر وأفرح معاكم فكأنه عاوز يقول لهم أنا راضي عنكم أنا مبسوط بيكم لكن دوري كأب بالغاية ممسي أقول لكم إيه كملوا زودوا شوية خلوا بالكم من كذا ركزوا في كذا فكأنه ينسكب على زبيحة الإيمان إيه التعبير الغريب ده بالخلفية اليهودية لما كانوا يقدموا زبيحة الأول يجيبوا الخروف وبعدين يعترف الخاطئ وبعدين يقطعوا رأبة الخروف وبعدين ينطروا الدم كده بطريقة وبعدين يربطوا بقى الحاجة وبعدين يبتدوا يشبوا آخر حركة كان الكاهن يجيب شوية خمر بسيط كده ويسكبوا على الزبيحة وهي بتتحرق دي ختام الطقس كله فآخر حتة بس فهو استعار نفس المعنى في الجملة دي أنسكب على زبيحة إيمانكم يعني أنتم زبيحتكم حلوة جهتكم حلوة صلواتكم حلوة أنا بكمل الحتة النقص أنسكب يعني أنا بصلاتي والتعليمي بولز بيقول كده أنا بكمل شغلكم شوية صلاة وشوية تعليم بسيط عشان تطلع الزبيحة ريحتها حلو عارفين لما يكون طباخ شاطر قوي وفي طبخة حلوة كده وبعدين يجي يقول لي طب نزاوت شوية ملح كده أو شوية فلفل كده تبقى تمام آخر حاجة يعني فهنا عاوز يقول لهم أنا مشارككم الزبيحة أنا وأنتم مصرنا مشترك أنا وأنتم فرح المسيح سوا فأنتم لما تبقوا حلوين أنا أعرف أقف كده قدامه وأقول لأولادي حلوين فأنا لازم أي أفضل أدوس عليكم وشد عليكم عشان تكملوا تبقوا أي كاملين في نظر الله أنسكب أيضا على زبيحة إيمانكم وكأن الجهاد عموما اسمه زبيحة يعني وقفة الصلاة زبيحة الصيام ده زبيحة خدمة ده زبيحة تزبيحة نفسها زبيحة أنك أنت الوصية نفسها وطاعة الوصية ده زبيحة فما يصنع أهل فيليبي من جهاد ومن احتمال للإضطهاد ومن صبر على الضيقات كل ده زبيحة أبوهم من روحي من السجن بيصلي معاهم وكأنه ينسكب على زبيحة إيمانه فتطلع ريح تحله مشفوعة بصلواته أنسكب أيضا على زبيحة إيمانكم وخدمته أصر وأفرح معكم أجمعين وبهذا عينه كونوا أنتم مصرورين أيضا وفرحوا معي لما تعرفوا أن أنا بصللكم من السجن وأن أعرف أن أنتم بتجهدوا ومسكين في ربنا احنا الاتنين نفرح واحنا الاتنين نقدم زبيحة مشتركة ما فيش كاهن يفرح من غير شعبه وما فيش شعب يعرف يفرح من غير الكاهن بتاعه ما فيش خلاص لشعب بدون كاهن وما فيش خلاص لكاهن بدون شعبه ده ده كده دور يعني عاوز أقول الرأس والجسم فينا بيقول لهم أنتم تفرحوا وأنا أفرح أنتم تفرحوا أن أنا بشارككم وبصللكم وأنا أفرح بيكم وبتعبكم وبجهدكم ونقدم مع بعضينا زبيحة كده مقبولة أمام الله تلاحظوا النغمة كلها تميل للتسجيع كلمة أسر بتتكرر مصرورين أفرحوا معايا كلام كله إيجابي قوي رغم أن الظروف ما كانتش سهلة وده جمال رسالة فيليبي إنها انتصار على الواجع والضيق والألم والظلم والإضطهاد والإمبراطورية الرومانية اللي كانت صعبة جدا وانتصار على السياسة وعلى المنطق وعلى العقل وعلى الفلسفة وعلى كل حاجة ناس روحيا مسكين في ربنا فعايشين في حتة هنا كده مبسوطين بربنا مهما كانت الظروف على أني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموساوس لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم تيموساوس كان مسجوم معاه في روما بس جات الأخبار إن تيموساوس هيطلع الأول من السجن بولس حالته حال يعني عليه قضية كبيرة فطول شوي فلما عرف إن تيموساوس هيطلع اللوم هبعته لكم عشان يطمنني عليكم وتطمنوا علي علي منه وهو كان معاه في السجن وده تلميزه فلما نوعيتكو أول ما تيموساوس بس ظروف تتصلح هبعته لكم لكي تطيب نفسي بصوا الطيبة بتاعته بقى عشان أنا هبقى فرحان إنه يطمنكم علي وأبقى أنا مبسوط إن انتوا تشوفوا واحد من طرفي فتعرفوا إنه الموضوع يطمن وإذا عرفت أحوالكم كمان لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص أوزي أقول لهم أنتوا غالين علي فأنا مش قادر أستأمن أي حد عليكم فأقرب واحد لي يتموساوس وأكتر واحد قلبه زي قلبي هبعته لكم عشان هو عارف غلوتكم هو اللي يجي يطمنني عليكم لأن أنا مش عارف أقول لكم لسه في السجن واضحة الفكرة وده يؤكد إن القديس بوليس ما كانش بيحتكر الناس لنفسه القضية بالنسبة له مش إيده الولادي لا ولدك ده إيده الولاد ربين فده ببساطة إيه هبعت لكم تيموساوس تفرحوا بيه ويفرح بيكم وبقى أنا فرحان كده كده لأنه اتطمن عليكم فهنا تلاحظوا الجيل الأول يسلم الجيل الثاني فبوليس شايف إن تيموساوس هو اللي هيكمل بعديه فعاوز الناس ترتبط به لأنه الغرض الواضح إن الناس توصل للسماء غير الغرض السيء بتاعي يرتبطه بشخص لا يرتبطه بالمسيح ليس أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص طبعا دي مش شهادة لنفسه لا هو ما أصدش يفتخر هو أصد يقول لهم عشان هو عارف إنهما بيحبوه قوي فقال لهم ما فيش حد بيحبوكو قد تيموساوس أنا وهو اللي بنحبوكو قوي فاطمنوا هبعتلكو أغلى واحد إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح وإن كان أظن أغسطينوس قال بولس كان صعبان عليه رغم ده كله إن كتير من الخدام وعين في حتة الغرض الشخصي يطلبون ما لنفسهم ودي اللي حذرنا منها فاكرين في أول الإصحاح المرة اللي فاتت لما قال إيه لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه كل واحد إلى ما هو لآخرين كان بيأكد إنه إيه تفكر في غيرك ما تفكرش في نفسك فهو كان محاط ببعض الناس اللي بيخدموا لكن كرمتهم وجودهم في الخدمة أهم من الخدمة فكانت الحتة شخصية شوي فقال لهم بصراحة مش لقي حد مخلص في غرض وأدتي مساوس ما يهموش خالص فكرة إن دي خدمتي ولا مش خدمتي وهموا الناس الناس يعرفوا ربنا ويوصلوا لربنا شمع من مين اللي شغل بولس ولا بولس ما تفرش فقال لهم إذا الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم كأنه بيتحصر كده يعني مش لقي حد كتير يطلب ما لله الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح اللي يركز في المسيح ما عندوش أزمة أبدا يطرق خدمته لآخر ويطرق مكانه لأي حد طالما مركز في المسيح نفسه الموضوع بالنسبة له مش فارق معه حاجة عشان كده بولس لما تسجن ما جالوش اكتئاب ولم يحبط وما صعبش عليه نفسه وما حسش أن الخدمة تسحبت منه لا لا هو معه المسيح في السجن فما عادش في حاجة فرقة لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأب تام طيب ناخد آية ترجمة نانسي قنقر